محمد أحسين من أمريكا يقول عندنا إمام راتب وهو يستعمل القات وأحيانا يصلي فينا والقات في فمه ما حكم ذلك محمد أحسين من أمريكا بارك الله فيك أولا بالنسبة لمضغ القات محرم مضغ القات محرم فالراجح من قول أهل العلم بل هو قول الجماهير حتى ذكر بعض العلم الإجماع الآن إجماع العلم الذين يعتد بكلامهم قالوا بأنه محرم الأمر الثاني بالنسبة لهذا الإمام لا يصرح أن يكون إماما إذا كان يمضغ القات في الصلاة بمعنى يبقي القات ويصلي بكم هذا لا يصرح أن يكون إماما إلا بمثله إلا بمثله ولذلك لا يصلى خلفه إذا كان يمضغ القات وهو في الصلاة أما إذا كان يمضغ القات خارج الصلاة ثم يصلي بكم فما دام أنه مستوعب لما يقول مركز على صلاته ومستكمل للشروط فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة ولكن حقيقة الإنسان يكره الصلاة خلف من يأتي ببعض هذه المحرمات أو المكروهات فإذا ما يترتب على ذلك فتنة ممكن تعزلونه مثلا أو تطلبون عزله مثلا إذا ما يترتب على ذلك فتنة وإذا ترتب على ذلك فتنة ممكن تصلون خلف غيره إذا كان ما يشق عليكم وإذا كان يشق عليكم تصلون في هذا المسجد بارك الله في الجب